نتكلم على الموضوع اللي تكلموا عليه الإخوان اللي مرتبط بالطبقة المتوسطة وبرطفاع الأسحر ما غريش نذكر مرة أخرى بالمجهودات اللي قامت بها الحكومة من أجل ندعمه أننا نواجهه التضخم الحمد لله الأرقام اللي موجودة اليوم اللي كتصدرها المندوبية السامية التخطيط كلها كتأكد بأن هناك واحد الهبوط يعني نسبي في التضخم غادي وكينزل شهر على شهر فالحكومة قامت مجموعة دي الإجراءات آخرها هو الإجراء المتعلق بالدعم دي المهني النقل وجبت واحد المجموعة دي المبادرات اللي غتتطلق بداية من السنة المقبلة وكين جزء منها اللي غيتطلق خلال شهر دجنبير تعويضات العائلية المباشرة دجنبير وكوحد المجموعة دي الفئات اللي كانت يعني ما عندهاش واحد الدعم مباشر اليوم غادي تستفد من دعم مباشر أيضا الدعم دي السكن اللي غادي نطلق حتى هو في يناير دعم مهم وغادي يساعد خاصة طبقات المتوسطة ولا المقبلين على الزواج ولا الأسار اللي عادت يعني تكونت هذا غادي عاون المواطنين وغادي عاون الأسار على أنه يتعاونوا في تكلفة ديال السكن صندوق المقاسة المجهود اللي تيقوم به غادي استمر في السنوات المقبلة الدعم اللي كي تخصص اللي كتخصص ويزارة الفلاحة واللي كي هم مختلف المواد الاستهلاكية اليوم بما فيها الخضر والفوكيه خاصة الخضر لإجراءات اللي تعملت على اللحوم صحيح أنها محققات يعني خاصة ذلك شي اللي كانت محوله بشكل كبير لكن خفضت نسبيا وتحكمات وحققت واحد النوع ديال الاستقرار فالحكومة تتابع هذا الموضوع هذا بكل يعني الأهمية اللي كي يحتاجوا وكان حطو عينينا طبعا المؤشرات اللي كتصدر للأستهلاك فكل مرة مرة نتابع هذا الموضوع وكنشوفو الحجم والحاجة نحو نحو التدخل إما بإجراءات أننا نخفضوا ضرائب معينة أو لك ندرسوا الإمكانيات المتاحة من أجل أننا نستطمرها قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس أكثر من مجرد خبر